بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد أيها الإخوة في الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون اجتماعنا اجتماعً مرحومًا وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقًا معصومًا وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيًا ولا محرومًا وقد تكلمنا في الدرسين السابقين عن أهمية العقيدة وأنها هي أساس الأعمال الذي هو التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وهو الذي بعث الله تعالى به الأنبياء إلى أممهم ليحقق التوحيد ويحقق عبادة الله تبارك وتعالى ولا يصرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل ونحن نعلم أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينكرون أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لهذا الكون لم يكن عندهم إنكار لتوحيد الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وهذا هو توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير ولكنهم كانوا يعبدون أصنامهم يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفا ولم يكونوا يعتقدوا أن الإنسان يمكن أن يتصل بربه مباشرة بدون واسطة لأن الله عز وجل قريب من عباده يراهم ويعلموا أحوالهم ولا تخفى عليه شيء من أحوالهم لا تخفى عليه خافية تبارك وتعالى ولا يعجزه شيء وهو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان والله عز وجل كما ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له لم يقل من يدعو الملائكة أو يدعو الأنبياء أو يدعو الأولياء أو يدعو غيرهم من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه فالله عز وجل قريب من عباده يسمع كلامهم ويرى مكانهم ولا تخفى عليه شيء من أحوالهم ويستجيب لدعائهم يونس عليه السلام لما ذهب مغاضبا من قومه وركب البحر ثم رمي في البحر والتقمه الحوت فهو في بطن الحوت وفي بطن البحر ظلمات بعضها فوق بعض ولكن الله عز وجل لم يخفى عليه حال يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فالله عز وجل هو المجيب للدعاء وهؤلاء المشركين الذين ما كان عندهم اعتقاد أن الله عز وجل يجيبهم مباشرة وأنه يحرم عليهم أن يجعلوا بينهم وبينه واسطة قالوا في هذه الأصنام التي كانت حول الكعبة ثلاثمائة وستين صنما تنصبها قريش وبعض القبائل حول الكعبة ثلاثمائة وستين صنما تعبد مع الله عز وجل كانوا يقولون ما نعبدهم إلا لتقربنا إلى الله زلفة ما نعبد هذه الأصنام إلا لنتقرب بها إلى الله فالله عز وجل أرسل رسله ليعلموا العباد بأنه لا يجوز أن يجعلوا بينهم وبين الله واسطة ولا أن يشركوا معه أحدا لا في دعائهم ولا في استغاثتهم ولا في استعانتهم ولا في ذبحهم ولا في نذورهم قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له النذر لله والذبح لله والدعاء لله والخوف من الله والرجاء في الله والحب في الله كل هذه الأمور التي من أنواع العبادة لا يجوز صرف نوع منها لأحد من الخلق أما دعاء الأموات دعاء الغائبين دعاء أصحاب القبور التعوذ بهم والاستغاثة بهم وطلب الحاجات منهم وذهاب المرضى للاستشفاء بهم وبقبورهم وبتراب قبورهم هذه مما يخرج العبد من الإسلام ويدخله في دائرة الشرك والعياذ بالله ولا يقبل الله عز وجل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا صدقة ولا أي عمل من الأعمال ما دام أنه خرج عن دائرة التوحيد إلى دائرة الشرك لذلك كانت العقيدة واضحة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وهذا هو ما يميز عقيدة أهل السنة والجماعة التي نتناولها في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية ليبين للناس مصادر الشريعة ومصادر التوحيد ومصادر التلقي من أين يتلقى المسلم دينه من أين يتلقى عقيدته من أين يتلقى عباداته من أين يستقي أحكام الدين هي من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس من أقوال الفلاسفة ولا من أقوال المتكلمين ولا من أقوال أهل المنطق وأصحاب العقول الذين يعتقدون أن عقولهم أكمل من شرع الله عز وجل الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان ويعلم ماذا يصلح الإنسان وماذا يفسده ولذلك أنزل الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعلموا الناس ويخرجوهم من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد هذه هي وظيفة الرسل عليهم السلام ولم يرسلهم الله عز وجل ليقرروا توحيداً ربوبية لأنه لم يكن أحد ينكر أصلاً أن الله عز وجل هو خالق الكون لم يوجد في الأمم من ينكر وجود الله عز وجل ويجحدها إلا قلائل كما في قول فرعون الله عز وجل عندما ادعى فرعون قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوة ويقول الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام لقد علمت يعني يا فرعون الذي تدعي الربوبية لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض ما أنزل هذه الآيات والحجج الواضحات التي أتى بها موسى عليه السلام هي معجزات كالعصى والنور والحية وغيرها من الآيات التي أرسل الله تعالى بها موسى عليه السلام في تسع آيات إلى فرعون وملأه وقومه أرسلها الله عز وجل لهذا الطاغية الذي ادعى الربوبية وادعى الألوهية واستخف قومه كما قال عز وجل واستخف قومه فأطاعوه وهو هذا الذي ادعى الربوبية يعلم في قرارة نفسه أن للكون خالقاً وأن للكون مدبراً وأن للكون رازقاً ولذلك لم يرسل الله عز وجل الرسل لتقرير توحيد الربوبية أبداً وإنما أرسلهم لتقرير توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية لأن الشرك الذي ظهر في قوم نوح واستمر بعد ذلك في الأمم وكما قال كفار قريش وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم ويقول أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب فالله عز وجل أرسل رسله لتقرير توحيد الألوهية وأنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة إلا لله عز وجل انطلاقاً من قوله عز وجل قل إن خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو خطاب للأمة جميعها قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الصلاة لله عز وجل والحج لله والنسك كله لله العبد عندما يقول الله أكبر وعندما يركع ويسجد إنما هو لله عز وجل عندما يلبي في حجه لبيك اللهم لبيك هذا هو شعار التوحيد لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والملك والحمد لك لا شريك لك فهو لله عز وجل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والملك لك لا شريك لك ليس لله عز وجل شريك في أداء هذه النسك وفي أداء العبادات إنما هي لله عز وجل وحده تبارك وتعالى لذلك كان الانطلاق في تأصيل أمور العقيدة أن تكون الأدلة العقيدة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة ومن ما أجمع عليه الصحابة والتابعون الذين هم سلفوا هذه الأمة ولذلك نذكر بعض خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة الذي تميزوا به ولم يكن يأخذون من أقوال الفلاسفة ولا من أقوال المتكلمين ولا من أقوال المناطق ولا من غيرهم الذين حادوا عن الطريق وزعموا أن ما قبلته عقولهم قبلوه وما ردته عقولهم القاصرة ردوه لا القرآن والسنة الكتاب والسنة هي الحاكمة على عقول الناس وعلى أفعالهم وليست عقول الناس حاكمة على الشرع يجب أن نتهم عقولنا وأن نتهم أفهامنا إذا لم تفهم شيئا مما جاء في القرآن والسنة ولا نتهم الآيات والأحاديث ونؤولها بغير تأويلها فنقع والعياذ بالله في الزيغ والضلال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله وما يعلم تأويله إلا الله أصحاب العلم هم الذين يتبعون الوحي ويتبعون الحق فلذلك جاء النهي عن اتباع المتشابه وعن اتباع أقوال الرجال وتقديمها على كلام الله عز وجل والواجب على المسلم أن يستقي علمه وعقيدته وعبادته مما جاء في الكتاب والسنة ولذلك من أعظم خصائص أهل السنة والجماعة أنهم جعلوا الكتاب والسنة هما الأصل الأصيل في استقاء عقيدتهم وكذلك اعتبروا الكتاب والسنة أصلا يتحاكمون إليه عند الاختلاف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا معنى المسلم أنه يستسلم لآيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعداهما إلى غيرهما فما كان في الكتاب والسنة فيأخذ به وما نهى الله عز وجل عنه فينتهي عنه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهنا المقياس والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال لصحابتي خذوا عني مناسككم فهو القدوة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولما رأى الرجل المسيء صلاته وهي من فروع الشريعة الصلاة وهي عمود الدين عمود الإسلام لما أنه أخطأ في صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأنه كان يستعجل في ركوعه وفي سجوده وفي جلوسه بين التشهد بين السجدتين وفي تشهده يستعجل في صلاته فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يطمئن فيها وأن يصلي كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو القدوة هو المثال الحي الذي يجب على المسلمين أن يتبعوه سواء كان في عقائدهم أو في عباداتهم أو في أخلاقهم وعايشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لم تقل كان حليماً كان شجاعاً كان كريماً كان إنما قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن يقف عند حدود القرآن يتأدب بآداب القرآن كان خلقه القرآن والله عز وجل شهد له بأنه وإنك لعلى خلق عظيم فإذا العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك كلها تأخذ من القرآن وفي مقدمتها العقيدة التي لا تقبل الأعمال إلا إذا صلحت العقيدة وإذا فسدت العقيدة فسدت الأعمال وردت كما في قوله عز وجل إن أشركت لا يحبطن عمله ومخطاب للأمة وأيضاً وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ولما جاء عبد الله بن جدعان وكان من كرام الرجال في الجاهلية كان رجلاً كريماً مضيافاً يجير الناس ويعينهم ويعين على نوائب الحق قالت عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم ما مصير عبد الله بن جدعان قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئة يوم الدين مات على الشرك لم ينفعه كرمه ولا جوده ولا سخاؤه لأنه لم يكن موحداً مات على الشرك فلم تنفعه ولم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئة يوم الدين فلا ينفع العبد ولا يقبل عمله إلا إذا كان عمله متوفر فيه شرطان أساسيان الذي هو الاتباع يعني من الكتاب والسنة ويكون خالصاً لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة لا يطلب من الناس مدحاً ولا يطلب من الناس ثناءاً وأول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم الذي تعلم العلم ليقول الناس عالم ما طلب العلم لوجه الله عز وجل لم يكن مخلصاً لله عز وجل فهذا من أول من تسعر به النار ويؤتى به يوم القيامة فيقول الله عز وجل تعلمت العلم قال يا رب تعلمت العلم فيك ما تركت شيئاً من أبواب العلم إلا تعلمت قال تعلمت ليقال عالم كذبت ثم يذهب به إلى النار والعياذ بالله وهذا أول من تسعر بهم النار ويؤتى برجل كان يقاتل المشركين ظاهروا أنه مجاهد في سبيل الله ولكنه قاتل ليقول الناس فيه شجاع ليقول الناس إنه مقدام ليقول الناس إنه مجاهد فيؤتى يوم القيامة فيعرفه الله بنعمه ثم يقول الله له ماذا فعلت فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت قال الله له كذبت لأن الله لا يخفى عليه النيات لا يخفى على الله شيء ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه الله عز وجل هو المطلع للنيات فيقول الله له قاتلت ليقول الناس شجاع ويقول الناس مجاهد فقد قيل كذبت اذهبوا به إلى النار فتأخذه الملائكة وتجره إلى النار ويؤتى برجل فيعرفه الله نعمة فيقول يا رب ما تركت محتاجاً ولا فقيراً إلا أعطيت وتصدقت وكنت كريماً وكنت قال الله عز وجل له كذبت إنما فعلت ذلك ليقول الناس كريم فقد قيل ثم يقول لملائكته اذهبوا به إلى النار فهذه الثلاثة أول من تسعر بهم النار لأنه لم تكن أعمالهم خالصة لوجه الله عز وجل فلابد في أي عمل من الأعمال أن يتوفر فيه هذان الشرطان فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى وقد وافقته سنة وكتاب لابد من هذين الشرطين فعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارة القطبان ما يقبل الله عز وجل من أحد عملاً ولا صرفاً ولا عدلاً حتى يكون عمل خالصاً لوجه الله فاعبد الله مخلصاً له الدين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هو القدوة عليه الصلاة والسلام في أقواله وفي أفعاله وفي عباداته وفي كل أعماله جعله الله عز وجل هو القدوة لهذه الأمة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن والأسوة هو القدوة فإذا عقيدتنا مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضاً من خصائص عقيدة السلف أنهم يقبلون كل ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يردونها كل العلماء السلف يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي يروى أن الإمام الشافعي كان يحدث ويعلم تلاميذه يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال له أحد تلاميذه وماذا تقول أنت يا إمام قال وهل قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت رأيت على وسطي زنار يعني أنت رأيتني نصرانياً حتى لا أخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط لا نقدم قول أحد كائناً من كان على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى أن ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلما في مسألة المتعة وقال بعضهم قال أبو بكر كذا وقال عمر كذا فقال لهم عبد الله بن عباس يوشكوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء يوشكوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وهم سادات الصحابة الشيخان لا يقدم قول أحد كائناً من كان على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل وهو القدوة ولذلك كان علماء السلف إذا صح الحديث ذهبوا إليه وتركوا غيره من أقوال الرجال إذا صح الحديث فهو الواجب علينا أن نتبعه سواء كان حديثاً متواتراً أو حديث آحاد لأن سيأتينا أن بعض الطوائف لا يقبلون في مسائل العقيدة إلا الآيات القرآنية أو الأحاديث المتواترة الحديث المتواتر يعني جمع العلماء الأحاديث المتواترة كما يعرفوا علماء المصطلح هو ما رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطوهم على الكذب يعني يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة لا يمكن أن يكون هذا الخبر يرد عليه الكذب فهذه الأحاديث التي يرويها جمع عن جمع عن جمع قليلة جدا وهي بعضها في مسائل العقيدة وبعضها في مسائل الأحكام والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل رسله إلى الملوك وإلى الأمراء في الدول الأخرى وفي البلدان الأخرى إلى فارس والروم وإلى الإسكندرية وغيرها كان يرسل وإلى اليمن كان يرسل رسلا واحدا واحد أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وهو واحد ولم يقل أهل اليمن لما جاءهم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت واحد ولا نأخذ بأخبارك فأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ من الواحد الثقة إذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقة فنأخذ به تلقته الأمة بالقبول فكيف نرده ونقول لا نأخذ العقائد إلا من الأحاديث المتواتر إذا صح العديث فيأخذ به في العقائد ويأخذ به في الأحكام ويأخذ به في العبادات لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الوحي الثاني الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فيرسل رسله الواحد والاثنان إلى بكتبه إلى البلدان وإلى الأقوام الذين يدعوهم إلى الإسلام فلم يقل هؤلاء لا نقبل قولك أنت واحد يا معاذ بن جبل وأنت واحد يا حذافة وأنت واحد يا أبو عبيدة لا كانوا يأخذون منهم ويقبلون أقوالهم ولذلك معاذ رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إنك تأتي أهل كتاب كان أهل اليمن فيهم رسالة أهل الكتاب فيهم من اليهودية ومن النصرانية قد وصلت إليهم إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمسة صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فأخذوا منه العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أخذوا منه الصلاة أخذوا منه الزكاة أخذوا منه أحكام الدين لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم من أين تحكم قال أحكم بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد قال أجتهد رأيي ولا آل قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يحبه الله ورسوله فإذن العقيدة نأخذها حتى ولو جتنا من أحاديث الأعحاد الأحاد هو ما رواه واحد أو اثنين يعني عندنا حديث الحديث العظيم الذي هو في أحكام الإيمان والإسلام والإحسان حديث جبريل الطويل رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد وهو جبريل عليه السلام تشكل بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله العقيدة هي أول شيء في كل الأمور سأله أول عن الإسلام وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيل قال له صدقت جبريل يقول للرسول صدقت قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم سأله عن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة فكان حديث جبريل هذا ما رواه إلا عمر رضي الله عنه وهو حديث في الصحيحين فهو من حديث الأعحاد وهو يجتمل على أمور العقيدة أمور الإيمان أمور الإسلام أمور الإحسان شيئا من أمور الغيب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نأخذ عقيدتنا من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من انطلاقا من قول السلف رحمهم الله إذا صح الحديث فهو مذهبي وكان العم يقولون لا تأخذوا قولي ولا قول سفيان ولا قول الليث ولا قول الأوزاعي خذوا من حيث أخذنا يعني خذوا من القرآن وخذوا من السنة وكانوا يكرهون أن يقلدوا في أقوالهم وهم العلماء الكبار علماء المذاهب الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كلهم ما كانوا يرضون أن يؤخذ من أقوالهم ولكنهم لما كانوا على الهدى وكانوا على الحق وكان مصدرهم التشريع أخذ الناس عنهم وأخذ الناس عنهم الأحكام والعقائد والعبادات لأنهم أخذوا من الكتاب ومن السنة فإذن مما تميزت به عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به سواء كان متواتراً أو آحاداً أو عزيزاً أو غريباً أو مشهوراً ما دام أنه رواته ثقات فيأخذون بهذا الحديث والله عز وجل قد هيأ لهذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا الدين ونقله عنهم التابعون وتابعوا التابعين حتى وصل إلينا هذا الدين ودونا في الصحف وفي الكتب الحديث وغيرها أتانا هذا العلم صافياً نقياً موثقاً وتميزت هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالسند هذه أمة السند يأخذون من جاء لهم بمسألة من المسائل يقولون أسند لنا إن ديننا هذا نأخذه بالسند حدثنا فلان قال حدثنا فلان حدثنا فلان عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء الإمام البخاري رحمه الله الذي كتابه هو أصح الأحاديث وأصحوا الكتب بعد القرآن لما اختبره العلماء أتوا له بمئة حديث وقلبوا أسانيدها اختبار قلبوا متونها وقلبوا أسانيدها وأدخلوا بعضها في بعض وقالوا تعال يا محمد بن اسماعيل البخاري نختبرك ما رأيك في هذا الحديث حدثنا فلان عن فلان أتوا له قلبوا الأسانيد وقلبوا المتن وكان اختبار للإمام البخاري فرحمه الله كان آية في الحفظ وآية في العلم قد هيأه الله الحفظ الشريعة وكان لا يكتب حديثا إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضع ويصلي ركعتين يستخير الله عز وجل أن يكتب هذا الحديث في كتابه الصحيح أو لا وترك من الصحيح أكثر مما دون فلما عرضوا عليه الأحاديث قال أما الحديث الأول فقلتم فيه كذا وحدثنا فلان عن فلان والصواب أنه رواه فلان عن فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم ويأتي بأصل الحديث جاء بما جاءوا به بالمئة التي قلبوها ثم أعادها وأتى بها على وجهها الصحيح حتى شهدوا له بالحفظ وبالعلم هؤلاء الرجال هم الذين نقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا لنا الدين وحفظوا لنا الشرع وحفظوا لنا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأتانا هذا الدين غضا طريا لا تحريف ولا تغيير فيه كما كان في كتب أهل الكتاب الذين حرفوا وغيروا وبدلوا في كتبهم والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه الله عز وجل قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا قال سمعون للكذب أكالون للسحت يحرفون الكلمة عن مواضعه حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل حرفوا الكتب التي أنزلت على موسى عليه السلام وغيروها وبدلوا فيها وكتبوا كتابا سموه التلموت جعلوا فيه أحكامهم وتشريعاتهم وتشريعات أحبارهم ورهبانهم والله عز وجل نعى عليهم لأنهم غيروا وبدلوا وقال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لما جاء عدي بن حاتم الطائر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال يا رسول الله ما عبدناهم ما اتخذناهم أرباب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال قال بلى يا رسول الله قال فتلك عبادتكم إياهم جعلتموهم أربابا من دون الله يحللون ويحرمون على مزاجهم وعلى ما يشاءون لكن القرآن والسنة محفوظة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الذكر هو القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالذكر هو القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله وتكفل الله تعالى بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر فهذا كلام الله عز وجل المعجز بألفاظه ومعانيه تكفل الله تعالى بحفظه لم يكله إلى العلماء ولا إلى الصحابة ولا إلى أحد من الناس بل تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه أما أهل الكتاب قال الله تعالى بما استحفظوا فالله عز وجل وكل حفظ التوراة والإنجيل إليهم ولذلك حرفوا وغيروا وبدلوا لذلك شريعتنا كاملة محفوظة في القرآن وفي السنة حفظ العلماء لنا وعندنا الصحيحين التي هي الصحيح البخاري ومسلم وقد أجمعت الأمة على قبول حديثها كلها لم يردوا منها حديثا واحدا تلقت الأمة جميعا علماءها وعامتها أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم قبلوها ولا أحد يرد شيئا منها يقول الإمام الذهبي إذا روى الإمام البخاري أو مسلم عن رجل فهو ثقة وقد جاز القنطرة ولذلك يستشهد على أن هذا الراوي ثقة وصادق بكونه من رجال الصحيحين من رجال البخاري ومن رجال مسلم الذين رووا هذه الأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بعدها السنن الأربعة سنن النسائي والترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجة ثم تأتيك المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند الدارمي ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وموطع الإمام مالك هذه كلها كتب السنة وغيرها من دواوين السنة التي حفظت لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا العلم إنما نأخذه من الرجال الثقات لذلك تميزت عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون عقيدتهم بما صحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة أيضاً أن أهل السنة لا ينسبون لمقالة ولا لشخص معين اسمهم أهل السنة والجماعة يعني نجد الجهمية منتسبين إلى جهم بن صفوان والقدرية منسوبين إلى مقالة القدر والخوارج الذين خرجوا على عثمان وخرجوا على علي والأشاعرة إلى أبو الحسن الأشعري والمعتزلة إلى واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وتكلم في الوعد والوعيد وغيره سيأتينا كل هذه المسائل أهل السنة لم ينتسبوا لأحد إنما انتسبوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشرف لهم وهم الفرقة الناجية التي سيأتينا الكلام عليها الفرقة الناجية المنصورة التي لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورين أو منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله هي الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وسموا الجماعة أيضاً لأنهم مجتمعين غير متفرقين عقيدتهم تجمعهم عقيدة أهل السنة والجماعة أصبحت جامعة لأهل السنة فلا يفترقون ولا يتنازعون ولا يتقاتلون إنما هم ينطلقون من عقيدة واحدة انطلاقاً من قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وقوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الحق واحد فماذا بعد الحق إلا الظلال يا عقيدة أهل السنة والجماعة يا عقيدة أهل البدعة والضلالة فاختر لنفسك أيها المسلم إنما تختار العقيدة التي فيها النجاح وفيها الفوز وفيها هي التي تصلك إلى رضوان الله عز وجل وإلى النجاة يوم القيامة وإلى عبور الصراط إلى جنات النعيم هذه هي حجتك إذا كانت عقيدتك سليمة عقيدتك صحيحة مأخوذة من الكتاب والسنة هي حجتك أمام الله عز وجل أنك أخذت من القرآن وأخذت ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت منتسب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنتسب إلى جماعة المؤمنين إلى الجماعة وهم الصحابة والسلف الصالح وأئمة الإسلام الذين لم يفترقوا وإنما هم مجتمعين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة القرآن والسنة هما الأصل وهم الحكم الذي يجب أن نرجع إليهما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إلى الله يعني إلى القرآن وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته هي الحكم عند التنازع عند الاختلاف عند افتراق الآراء الحكم هو الكتاب والسنة يقول الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتم الرجل يعني يعتقد الولاية والقرب من الله والمنزل العالية إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فاعرضوه على الكتاب والسنة يعني هل هو ولي من أولياء الله أعطاه الله الكرامة حتى يمشي على الماء كما مشى الصحابة الصحابة مشوا فق الماء مع سعد بن أبي وقاص في القادسية مشوا بخيولهم وبرجالهم وبعتادهم في مقابلة الفرس فلما رأاهم الفرس فروا وقاولوا هؤلاء ليسوا إنس هؤلاء جن من خلق آخر يمشون فوق الماء فنصر الله عز وجل الصحابة بهذه الكرامة الله عز وجل جعل لهم الماء يبسا يمشون فوق الماء وفوق الأنهار لا يصيبهم بلل ولا يصيبهم غرق حتى يصلوا إلى عدوه فانتصروا هذه كرامة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكرامة في هذه الأمة إلى قيام الساعة ليست خاصة بالصحابة فإذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء هذا كلام الإمام الشافعي فأعرضوه على الكتاب والسن هو رجل صالح رجل تقي رجل عالم متمسك بالكتاب والسنة موحد ليس عنده بدع ولا ضلالات يعني ليس ساحرا ولا عنده كهانة ولا عنده بدع ولا عنده خرافات ولا يستعين بالجن وغيرهم فهؤلاء فعل السحرة الساحر يطير في الهواء ويمشي بالماء ويعمل أعمال ويختفي على الناس ويطعن نفسه ثم يعمل أعمال ممخرقة يموه على الناس كما قال الله عز وجل فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم كما فعل سحرة فرعون أصبحت الحبال تمشي لما أن الله عز وجل ذكر لنا قصة موسى مع السحرة وأصبحت يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فانقلبت عصى موسى عليه السلام الحق لأنها آية من آيات الله ولا يمكن لعصى أن تقلب إلى حية إلا هاي آية من آيات الله ومعجزة فأكلت تلك الحبال واتجهت إلى فرعون والسحرة فهربوا وسجد السحرة تصديقا لآية موسى عليه السلام فإذن من يأتنا بقول أو برأي أو بمسألة ويكون عندنا فيها شك نعرضها على الكتاب والسن نعرضها على الأصل الأصيل فإذا وافقت الكتاب والسن على الرأس والعين وإذا خالفت فإننا لا نقبلها ولذلك الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر المسلم إذا عرضت له مسألة سواء في مسائل التوحيد مسائل العقيدة أو مسائل العبادة أو غيرها من أمور الدين فإنها يعرضها على العلماء على أهل الذكر الذين هم العلماء هم مصابح الورى هم مصابح الدجا هم الأنوار التي تنير للناس لأنهم أخذوا علمهم من الكتاب والسنة يستطيئون بهما فالمسلم الذي يشكل عليه مسألة من المسائل يسأل أهل الذكر والذي لا يعلم يقول لا أدري ولا أعلم ولا يجوز له أن يفتي الناس أو يجيبهم بمسألة لا علم له وهي من كبائر الذنوب أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لذلك أهل السنة والجماعة متميزين بأنهم يأخذون من الكتاب والسنة وأنهم منتسبون أيضا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جماعة المؤمنين وهذه من ميزة عقائد وخصائص أهل السنة والجماعة أيضا أهل السنة والجماعة من ميزة عقيدتهم أنها موافقة للفطرة السليمة فعقيدتهم في وجود الله عز وجل وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر أبواب الاعتقاد هم موافقون للفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل كلمات الله فطرة الله عز وجل العقيدة السليمة الدين الصحيح موافق للفطرة لا يخالف الفطرة ولا يخالف العقل الدين الصحيح لا يخالف الفطرة السليمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء يعني على الفطرة على التوحيد فاجتالتهم الشياطين وكل مولود يقول عليه الصلاة والسلام يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ولم يقل يسلمانه لأن عقيدة الإسلام هي عقيدة الفطرة هي عقيدة الفطرة كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام فأبواه فيدلانه على العقيدة السليمة ويكونان هما الجسر الذي يصل به إلى الحق ثم يصل به إلى الجنة كل مولود يولد على الفطرة فعقيدة أهل السنة والجماعة موافقة للفطرة سواء في المسائل أو في الدلائل سواء ما يتعلق بوجود الله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته أو بأفعاله كل ما يتعلق فيها هو مأخوذة موافقة للفطرة السليمة أيضاً من خصائص أهل السنة والجماعة ومما يتميزون به أن عقيدتهم وسط في كل الأمور لا إفراط ولا تفريط النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا غلو ولا إفراط فالذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق منزلته لا يرضى هذا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد ولما جاء جاءه رجل ووقف عنده وأخذ الرجل يرتعد خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين أعظم الخلق على الإطلاق انتفذ الرجل خوفا وفرقا قال له الرسول هون عليه إنما أنا بن امرأة في مكة كانت تأكل القديد القديد هو اللحم الذي كان ييبس ويأخذ قبل الثلاجات وقبل ما يكون عند الناس التبريد كان العرب يقددون ويقطعون اللحم ويجعلونه في الشمس ويذرون عليه الملح ثم يأكلونه على طوال العام قال هون عليك إنما أنا بن امرأة كانت تأكل القديد بمكة هذا تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الجارية البنت الصغيرة تأتي إليه في سكك المدينة فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذهب به حيث شاءت من تواضع الرسول حتى يقضي حاجته ويلبي طلبها عليه الصلاة والسلام ليس كالجبارين ولا كالمتكبرين ولم يكن على أبوابه بوابين ولا حرس كان صلى الله عليه وسلم يجلس وسط صحابته حتى أن القادم من بعيد وهو لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لهم أيكم محمد جنبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وغير يقول أيكم محمد لم يكن صلى الله عليه وسلم يتميز على أصحابه بشيء عليه الصلاة والسلام فإذن عقيدة أهل السنة وسط لا غلو فيها ولا تفريط لا إفراط ولا تفريط لا غلو والغلو هو تجاوز الحد والزيادة ولا تفريط وكذلك الذين يحطون من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العياذ بالله يتناولونه بشيء من القدح أو السب أو غير ذلك هذا خروج من الدين خروج من الإسلام ولذلك الذين تحدثوا في غزوة تبوك من المنافقين وقدحوا في بعض الصحابة قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يقصدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبا عند اللقاء يعنون الرسول والصحابة منافقين يتحدثون فيما بينهم لم يعلموا ولم يعتقدوا أن الله عز وجل العليم الخبير يسمع كلامهم ويراهم وجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بمقالة هؤلاء فلما علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع بكلامهم جاءوا يعتذرون فما كان يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مسألة خطيرة الكلام في جناب الرسول صلى الله عليه وسلم أو في صحابته رضي الله عنهم أو في أمهات المؤمنين أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وكان الواحد منهم يتعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضرب الحجارة قدميه وهو لا يلتفت إليه الرسول غضبان من نقالة هؤلاء لا يجيبهم إلا أن يقول لهم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالذي يستهزئ بشيء من الدين لو استهزئ بالسواك لو استهزئ بالسواك أو استهزئ باللحية أو استهزئ بالثوب أو استهزئ بأحد من العلماء أو غيره هذا قدح في الدين مسألة خطيرة يخرج من الدين وهو لا يدري أو استهزئ بحكم من أحكام الشرع أو قال إن قطع يد السارق هذه نعتبرها أنها من الأمور الفضيعة ومن الأمور التي لا تقبلها العقول ومن الأمور التي فيها تعدي على حقوق الإنسان الله عز وجل يقول السارق والساركة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله ويقول عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب فالله فرض الحدود وحدها لصلاح العباد فلو استهزأ بها عبد فهو العياذ بالله يخرج من الدين وهو لا يدري طيب نقف إلى هنا ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من المعظمين لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المعظمين لحدود الله وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الممتثلين ومن الذين يستمعون القول فيتبعونا أحسنه اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين واحفظ علينا إيماننا وعقيدتنا وولاة أمورنا واحفظ هذه البلاد شامخة عزيزة إلى يوم الدين واحفظها من كيد الكائدين احفظ علماءها وقادتها وولاة أمورها وأمنها احفظ بلاد الحرمين واكفنا شر الأشرار وانصر جنودنا المرابطين على الحدود وانصر جنود الإسلام في كل مكان واحفظهم بحفظك واكبت أعداء الإسلام وانصر المسلمين عليهم وحقك للمسلمين ما يصبون إليه من عز وتمكين ووحده والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة